تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان إلى أمرين أحدهم يتعلق بالكلام والثاني يتعلق بالأفعال أما ما يتعلق بالكلام فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم فليسكت ليسكت أي ليمتنع عن الكلام كله لأن الكلام في وقت الغضب غير منضبط غير متزن إذا غضب أحدكم فليسكت يعني ليمنع نفسه من الكلام تماما هذا ما يتعلق بالكلام وما يتعلق بالفعال قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صح عن إذا غضب أحدكم قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليجلس ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة